قال النائب سعود العصفور إن اجتماع النواب بمجلس الأمة اليوم شهد التشاور بشأن الخريطة التشريعية المصغرة لدور الانعقاد الأول على أن يتم تحضير للخريطة التشريعية الرئيسية في فترة الصيف وبين العصفور إن 41 نائبا حضروا الاجتماع مقابل اعتذار خمسة أعضاء مشيرا إلى التوافق على وضع قوانين زيادة غلاء المعيشة والمساعدات الاجتماعية وتعديل قانون مفوضية الانتخابات والمعاقين وبسط سلطة القضاء على الجنسية وقانون التمويل العقاري وقانون الشركة الكويتية للصناعات النفطية وتعديل قانون الانتخابات لتكون على رأس الخريطة التشريعية معربا عن الأمل النحضة في مجلس 2024 بتعاون حكومي نيابي يسيم في تحقيق التطلعات هذا الاجتماع كان بناء ومثمرا في مراجعة أهم القوانين التي كانت موجودة في الخارطة التشريعية السابقة والعمل على أن يتم التنسيق من أجل اختيار بعض هذه القوانين التي تكون في الخارطة التشريعية الأولى لدور العقادة الأول وعلى رأسها القوانين الخاصة بقلاء المعيشة والقوانين المساعدات الاجتماعية أيضا من ضمن القوانين التي تم النقاش حولها تعديل قانون مفوضية الانتخابات وقانون التمويل العقاري وأيضا قانون المعاقين وقانون الشركة الكويتية للصناعات النفطية بالإضافة إلى قوانين أخرى خاصة بسلطة القضاء على الجنسية وقانون تعديل قانون الانتخابات هذه القوانين التي نقشت بإذن الله سيكون هناك اجتماع لاحق في الفترة القادمة لوضع الخارطة التشريعية بشكلها النهائي قبل أن تعلن للجميع وسيتم بإذن الله أيضا في انتظار تشكيل الحكومة من أجل التباحث مع السلطة التنفيذية في أولويات السلطة التنفيذية والتشاور معها في أولويات السلطة التشريعية للخروج بتوافق نيابي نيابي وأيضا خروج بتوافق نيابي حكومي الهدف من الخارطة التشريعية والهدف من هذا التنسيغ النيابي هو الوصول إلى عمل برلماني مثمر وجاد يؤدي في النهاية إلى تحقيق المصلحة العامة للكويت ولشعبها الكريم